اهلا بكم في فيديو جديد لو انت بتتلغبط بين الازمينة في الانجليش او لو مش بتعرف تختار الزمن المناسب وانت بتكلم او انت بتكتب بارغراف والامور تيها معاك شوية ما بين الازمينة ما بين العرب والانجليش فالفيديو ده مهم جدا ليك بس ارجوك من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة بتوصل لك ويلا بينا نبدأ درسان اكيد عارفين ان الازمينة في العربي هم ثلاثة المدارع والماضي والمستقبل لكن في الانجليش الموضوع مختلف شوية تنزز ان انجليش عندنا في البرزنت في اللي هو المدارع عندنا ثلاث انواع في present simple present continuous and present perfect مدارع بسيط مدارع مستمر ومدارع تام عايز بس اشخح سريعا كده ليه في العربي هو مدارع واحد وفي الانجليش بالشكل ده هو الفرق ان في العربي اقدر اضيف للجملة اللي في المدارع دي ظرف زمان يحدد لي الحدث حصل امتى في انهي جزئية من المدارع لانهي جزئية في المدارع ده مش بيختلف في العربي ولكن في الانجليش بيختلف انهي جزئية بيغير او ظرف الزمان هيغير مش بس المعنى لا ده بيغير بناء الجملة او لازم تغير تركيبة الجملة او تغير الزمن بتاع الجملة هنشوف ده طبعا في امثلة ورا شوية بس خلينا نكمل تنزز ان انجليش شوفنا present في الباست عندنا باست simple ماضي بسيط باست continuous ماضي مستمر باست perfect ماضي تم وفي الفيوتر انا اجاب اشهر بس نوعين اللي هو المستقبل عن طريق استخدام well والإنفناتف او المصدر وgoing to والمصدر برضو في عندنا اربع طرق للتعبير عن الفيوتر هشرحهم في فيديو مستقلة ان شاء الله تعالوا نشوف مثال لو حبيت اترجم جملة من العربي للانجليش هعمل ايه عندي جملة كريم يلعب كرة القدر طبعا انا اخترت البناء ده من الجملة عشان يبقى الاقرب لبناء اللغة الانجليزية هو طبعا دي جملة المفروض كريم ده كده بقى الجملة اسمية ولكن انا اخرت الفعل لان احنا في الانجليش ما نفعش ابدأ الجملة فعل لازم ابدأ باسم وبعد كده الفعل المهم عندي ان الجملة الفعل فيها يلعب ده في المدارع طيب ايه المشكلة عندي لان ان اترجمها للانجليش المشكلة ان انا لازم احدد انه الجزئية من المدارع طيب خلينا نشوف لو انا حبيت او عايز اقول ان كريم بيلعب كرة القدم دي حقيقة بقولها عن كريم او كروتين عايز اقول كريم بيلعب كرة القدم دي كل يوم او كل يوم جمعة مثلا ففي الحالة دي لازم اختار بناء الجملة الانجليزية في زمن البريزن سيمبل المدارع البسيط ففي الحالة دي جملتي هتبقى بالشكل ده كريم بلايز فوتبول افري دي تمام؟ طيب لو انا عايز اقول ان كريم بيلعب الكرة دي الوقتي يعني حدث بيحصل في الوقت الحالي او نيو اوكي في الحالة دي لازم اغير بناء الجملة كله وحاوله لزمن المدارع المستمع فترجمة الجملة هتبقى بالشكل ده كريم اس بلايينج فوتبول ناو تمام؟ ولكن طبعا عايز بس لو انا حبيت ازود ظرف زمان للجملة اللي بالعربي دي تركيبة الجملة مش هتغير كريم يلعب كرة القدم كل يوم كريم يلعب كرة القدم الان في العربي مفيش مشكلة ومفيش تغيير في الانجلش مش المعنى اللي بيتغير او الظرف زمان بس اللي بيتغير لا لازم بناء الجملة او زمن الجملة كمان يتغير ده تعالوا نشوف مثال كمان احمد شاربة اللبن طبعا الجملة هنا في الماضي يهمين الفعل بتاعها شاربة ده ماضي تمام؟ لكن لو حبيت اترجمها ان انجلش عندي اشكال كتير ده هتوقف عن انا اقصد معنى الجملة في اني جزئية من الماضي تعالوا نشوف لو انا عايز اقول ان احمد شاربة اللبن ده امبارح مسلا وان ده حدث خلص وانتهى في الماضي هحط جملتي في تركيبة زمن الباس سيمبل الماضي البسيط وترجمتها تبقى بالشكل ده احمد شاربة اللبن ليلة امس ولكن لو انا عايز اقول ان ان الحدث ده كان مستمر في وقته معين في الماضي واقول ان احمد كان عمالي يشرب اللبن ليلة امبارح الساعة كذا ففي الحالة دي هيبادة اكشن ان بروغرس ات سبسيفيك تايم ان سباست يعني حدث كان مستمر في وقته معين في الماضي لازم احطي جملتي في بناء او زمن الباس كونتينوس وهتبقى جملتي ترجمتها بالشكل ده احمد كان بيشرب اللبن ليلة امبارح الساعة كذا ولكن لو انا ما كنتش اعرف هو حصل امتى احمد شرب اللبن امتى المهم دلوقتي ان انا دلوقتي في المضارع اللبن انشرب مفيش اللبن خلاص او انا ما عرفش احمد عمله امتى يعني مش عارف الحدث ده تم امتى او في الوقت الحالي نتيجة الحدث ده ان ما بقاش عندي اللبن خلاص ده هضطر احطي جملتي في البيرسين بيرفكت طبعا انا بس بدي استخدام واحد للازمينة المختلفة دي اه عشان بس نعرف ان ليه احنا عندنا ازمينة كتير في الانجليش لكن ان شاء الله في فيديوهات قادمة هاخد كل زمن على حدة في فيديو مستقل ونعرف كل استخدامات اه كل زمن منهم الوحدة طيب نرجع تاني لو انا ما عرفش زمن حدوث الفعل هتطر احطي جملتي في زمن بيرفكت احمد احمد شرب اللبن بتشربوا خلاص تمام طيب لو انا عايز احكي اني عن حدثين اتنين حصلوا في الماضي وعايز اقول ان واحد حصل الاول والتاني حصل بعد منه في الحالة دي هتطر اروح لزمن الباس بيرفكت وبيقولينا بستخدموا لو انا عايز اعبر عن اكشن happened after another action in the past حدث حصل بعد حدث تاني في الماضي هحط جملتي بالشكل ده بعد احمد شرب اللبن هوا ان توباد راح السرير او راح ينام يعني تمام؟ شفنا ان 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 في الانجليش الاختبات بتاعي او خط الزمن بتاعي مش زي العربي في العربي بحط الجملة اوكي في الماضي وبزود ظرف زماني حدد لي اني جزئية في الماضي في الانجليش ما قدرش اعمل ده في الانجليش اوكي انا بحط ظرف الزمان او بحدد الاني جزئية من الماضي بس ده بيغير لي كمان بناء الجملة او بيغير لي زمن الجملة كله تمام؟ ننقل لمثال تاني انها سوف تمتر دي جملة في العربي في المستقبل في الانجليش لازم برضو حدد حاجات لو انا هعبر عن المستقبل بس انا ما عنديش دليل ان الحاجة دي هتحصل يعني تنبؤ بدون دليل قالك لازم استخدم قعدة it will it will بلاس infinitive فالجملة بتاعتي هتتترجم بالشكل ده it will rain tomorrow انها سوف تمتر غدا ما عنديش دليل ومجرد تنبؤ تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل تنبؤ بس عندي دليل في الحالة دي مش هينفع استخدم لازم استخدم قعدة going to تمام؟ وجملتي هتترجم بالشكل ده it's going to rain انها سوف تمتر it's cloudy الدنيا مليئة بالسحاب او بالغيوم تمام؟ برضو في العربي ده حاجة واحدة ولكن في الانجليش مش بس عندي طريقتين دول فيه اربع طرق هشرحهم برضو في فيديو مستقل احنا بس بنبني اساسات عشان نبني على الفيديوهات القادمة ان شاء الله طيب بكده يبقى احنا خلصنا المثال عشان نقدر نعرف ليه الازمانة كتير في الانجليش لانها بتتغير زرف الزمان وعشان كده في الفيديوهات القادمة when you study tenses لما نبدأ ندرس الازمان كل زمن مهم جدا جدا ان انت تعرف بتاعته استخداماته very important لان لما تعرف استخدامات او بتاعت الزمن هتقدر تختار الزمن الصح اللي تقدر تختار وانت بتتكلم او لو انت بتكتب تقدر تختار بناء جملة مظبوط او الزمن بتاعك اللي بتكلم فيه مظبوط اللي هيخلي المستمع او القارئ يفهم كلامك صح وكمان لازم نعرف formation formation اللي هو التركيب او بناء الزمن وطبعا لازم مش بس اعرف في شكل واحد لا ده انا لازم اعرف شكل الزمن ده في الزمن الجملة المثبتة وكمان في شكل الجملة دي او شكل الزمن ده في الجملة المنفية وكمان شكل الزمن ده في السؤال تمام والسؤال كمان لازم اعرف شكله فالي يصبح سؤال اللي هو بمعنى هل وسؤال اله اللي هو سؤال بكلمة استفهام وبكده خلص الفيديو بتاعنا اتمنى تكون استفدتوا وارجوك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان الفيديوهات القادمة توصلك وشكرا ليكم وشوفكم على خير ان شاء الله